اول حاجة عندي كيلو من ارنابيت المسلوق نصف كيلو من اللحمة المفرومة عندي بصلايا مفرومة اتنين عدد طماطم مفرومين عندي بقدونس مفروم عندي زيت كمون بابريكا شوية بهارات لحمة وشوية ملح وفلفل بعد كده عندي البشاميل عندي لتر من الحليب تلت معلق من الدي ومعلقتين اتنين من الزبدة وثلت معلق من الزبدة وملح وفلفل وعندنا جبنة ميكسر نحطها عليها من فوق الحليب عندي على النارة هات قدام حضراتكم بيغلي هسيبه بس يبقى دافي عندي ما يغليش معايا بعد كده هات عندي اللحمة المفرومة اول حاجة نروح نشتغل عليها على طول فبحط عندي هنا زيت وبعد كده بقوموا هات عندي بصلايا بص بقى الخضار ان انا هعمله هقسم نصه نصه لارنابيت ونصه لللحمة المفرومة فانا فيه تسطين اتنين هنعلق عليهم دي التاسة التانية هنبدأ نحطها قدام حضراتكم هيت ونحط فيها زيت تمام ونحط هنا نصف كمية البصل ونحط هنا نصف كمية البصل كل حاجة هشرحها لكم دلوقتي ونقول لك احنا بنعمل كده ليه هنا مع البصلية اللي موجودة هنا فنبدأ نحط عندنا اللحمة المفرومة هجيب عندي سباتيولة تانية او معلقة تانية نقلب الخلطة اللي هنا دي تواس جدا تمام اللي هي البصلية اللي انا هعمل فاقي بقى اللي انا هحطاه عندي للأرنبيت فهجيب عندي الأرنبيت بلاش نفرومه قوي ده مهم جدا تمام جدا هيا تلاقى كبيرة بس هقسميها كده على اتنين بعد ما تتسلق معايا هاعتقد الباقي تمام هناخد عندي الأرنبيت ده ونروح فين عندي على البصل بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ اللي احنا نشوحه كويس جدا مع بعض فخلي بالك هو بس مجرد ما يتشوح من على النار هنقوم شايلينه على طول لانه مش هياخد وقت معانا خلي بالك هنا اللحمة المفرومة اللي انا بعصاجه عندي على النار وقدت لها البصلية المفرومة نسيبها تكمل التسوية وينهوت بقوم ماخد عندي شوية من الكسبرة المفرومة خطتهم عندي على الارنبيت لان بس انا بشوح هم على النار مش هياخدوا تسوية وبعد كده هبدأ اللي انا اقشيه واحط عندي شوية من البهارات صويرين وبعد كده شوية من البابريكا وعندي شوية من الكمون تمام بعد كده قم ضايف عندي شوية بسوط من الملح عليه كده من فوق ده بالنسبة لإيه؟ ليه الارنبيت اللي انا بشوحه عندي على النار نقص اخر حاجة ايه؟ نقصها اخر حاجة عندي بحط عندي تمطنية مبشورة عليه وقلب الخلطة دي هتكلها مع بعضها اللحمة المفرومة هنعصجها وانت بتعصج اللحمة المفرومة بتعلي عليها النار اول حاجة وبعد كده تبدأ تهدي عليها النار ملاش تخلي النار تبقى عالية على اللحمة المفرومة يكون افضل بكتير جدا ومتسبيها براحتها خالص لحد ما تبدأ اللي هتتعصج معاكي ونبدأ اللي احنا ان شاء الله دي الخلطة اللي احنا عاملينها للارضبيت زي ما حضر رابك كده شايفين لون الجميل تبريكا والكمون والبصل ولو عايزة تحط في الصين توم ما فيش اي مشكلة خالص اللحمة ما شاء الله بص عامل ازاي ما منحطش لها ملح دلوقتي عشان ما اتخرجش معايا ما هدى عليها النار ابدأ ان انا نحط لها عندي طماطم مبشورة ونبدأ نحط لها عندنا شوية البهارات وعندنا الملح وبعد كدهات عندنا ايه الفلفل قصم ونقلب الخلطة دي اطمع بعض دايما كده اللحمة مفرومة عندي جاهزة والارنبيت عندي جاهز اللي انا شوحته عندي على النار وديته البصل وديته الكسبرة ودينا له الكمون وشوية بهارات وشوية بابريكا وشوية الملح يبقوا كده جاهزين عندي وكده اللحمة المفرومة اللي انا معصاجها على النار هادية تبقى جاهزة معايا اللي احنا هنبدأ نحشي بيها نديها شوية كسبرة كده في الاخر شوية كسبرة مفرومة وكده تماميه تمام طيب تعالوا نعمل عندنا بقى للصوص الابيض اللي احنا هنبدأ نشتغل فيه دلوقتي ان شاء الله اجيب عندي الحالة الستالس الاسلامبوش الجميلة دي والمقابل متاعتها تلقاها سيليكون فدي حاجة طبعا بتميزة جدا بحط عندي هنا التلات معلق من الزبدة بحطهم عندي هنا في الحالة صحيح عندي التلات معلق من الزبدة ومخاطع عندي تلات معلق من الدقيق وحمص كويس جدا الدقيق مع الزبدة هل ينفع اصلا بيتعامل بسمنة اذا ينفع وينفع يتعامل كمان بزيت يعني ينفع يتعامل بسمنة وينفع يتعامل بزيت مفروش اي مشكلة خالص بس لازم حضرة حمص كويس جدا تلات معلق وتلات معلق زبدة ولو عايز تحط نصر مكعب ملق ما فيش مشكلة وبعدا كان نقوم نزلي عندنا بالحليب واحدة واحدة هاللبنى خلاص كده احنا جاهزين هاللبنى خلاص كده احنا جاهزين هنديله بس شوية من الملح وشوية من الفلفل يبقى كده الصوص الابيض جاهز معنا الصوص البشاميل زي ما شايفين حضراتكو قدامكو هو بدأ يتقل معايا الصوص بدأ يتزبط معايا مش محتاج حاجة تاني طيب هو انا دلوقتي لو لقيت الموضوع عندي خفيف شوية القصص عندي خفيف شوية الموضوع بسيط جدا وسهل اللي انت بتجيبي عندك معلقة دقيق بتقوم يحط عليها شوية زيت صويرين كده معلقة دقيق ومعلقة زيت وتقوم يقل بقى كده ده عامل الرط وتقوم يحط منه معلقة صغيرة بس وتشوفي هتلاقيه هوت بص ما شاء الله يعني زبط معايا جدا لان كان خفيف سنة بسيطة سناخد عندنا الطبق راك زي ما اتفقنا ونتأكد اي حد بياخد عندي الأطباق راك من صفحة برايتزا وتأكد من اللوجو اللي موجود قدام حضراتكو ده نازم يتأكد من اللوجو اللي ورا ده تمام ابدأ ادهن زيت حاجة بسيطة جدا واجيب عندي باردوبيركس او فورمة زي دية ونبدأ ندهن زيت اجيب عندي القرنبيط او محطط اول طبقة كده من هنا بالشكل اللي حضرت كده شايفاه راحتو حلوة قوي على فكرة قوي وزي ما اتفقنا هو يعني كتر اكله يعني انتفاخ طب نجديني انتفاخ ازاي عن طريق شوية الكاموريين حطناه عليهم هتلاقي زبط معاك الدنيا جدا نعمل دي بقى نقوم وقدين عندنا شوية من سوس الابيض ماشاء الله وده بالك سوسة بشاميل اللي احنا ايه عاملينه نقوم ضايفينه علي كده من هنا من فوق اهو نجيب عندنا الطبقة اللي بعده ناخد شوية من السوس الابيض برضو عليها كده من هنا طي اللي بعده هاومواخد عندي اللحمة المفرومة المع السجن المرملة المحترمة ديت هطيتها كده في النص وهنا هاومواخد عندي برضو اللحمة المفرومة اللي انا مصاجها بسم الله الرحمن الرحيم هنحطها كده في النص نجبسها كابسة كده محترمة الارنبيت ده ياريت تجربوه ياريت تجربوه ارنبيت باللحمة مفرومة بالسوس انا عامله بمزاج عالي قوي في صلاحة فهيطلع ان شاء الله جامد لان الارنبيت نفسه انا ميديله خلطة بعد ما سلقته شوحته عندي على النار فبقى عندي بالشكل لحد كده شايفان طيب بعد كده هوت بنوع عاملين ايه واخدين عندين نصوص الابيض جايبين طبق راكة هوت الجميل ده هوت نقوم حطين عليه نصوص الابيض كده من فوق اقول البشاميل نقوم جايبين عندنا البايركس ده بسم الله الرحمن الرحيم تماما تماما طيب اعملنا بايركس وعملنا طبق راك زي اللي قدام حضراتكو ده طيب اهم حاجة طبعا الحروف اللي توقع موجودة ليه الحاجات ديت لازم تتشاء لازم تتنظف لازم لان الحاجات ديت لو دخلت الفرن للاسف ايه اللي هيحصل هتسمر منك ومش هيبقى شكلها حلو وخصوصا انت ممكن تقدمي القلب ده زي ما هو هو الطبق زي ما هما قدامك على الصفرة قدام اولادك كده تمام تمام نبدأ نعمل ايه بقى دلوقتي هنجيب عندنا المكس جبن اللي عندنا لان هي كل حاجة اصلا مستوية السلابير استوى البشاميل استوى عندنا الارنبيت استوى تماما عندنا اللحن وفرومه مستوية هجيب عندي بقى المكس جبن نبدأ نحطها كده من فوق شيدر على المتزاريلا نقوم حطينا ونقوم داخدين عندنا الفرن عشان ياخدوا وش معانا المناسبة بس وانت بتدي اي وش لأي حاجة وخصوصها منصوص الابيض ما تبقاش تعلي الفرن تعليت الفرن ديت مش حلو على فكرة تعليت الفرن ديت بتخلي البشاميل اللي عندك ينشف معاك تاني حاجة وانت بتحط الحاجة تحت الشوية بلاش تحطيها في الشوية كده من فوق خليها تحت شوية بايدة بينه وبين الشوية حوالي 15 و 20 سنة ده يكون افضل بكتير جدا حط عندي القلب ده هو حط عندي الطبق ونروح عندي على الفرن اهو زي ما اتفقنا كده اهو بص عامل ايه هقوم منزل عندي الجريلة دي لتحت شوية اهو يبقى الفرق بينها وبين الايه الشوية حوالي 20 سنة تمام نبدأ ناخد عندنا الصاج دخال بقى حانده اقوم مناخد فرن التاني ده اهو تبقى بنبدأ نقفل عليها لحد ما تبدأ ليها تستمع معاك شغالين دلوقتي في الاردنابيت مهرجان الاردنابيت محترم جدا بنجيبه وبنسلوق ونبدأ نشتغل منه حاجات كتير قوي اول حاجة فرمناه وفرم ناعم بعد ما سلقناه تمام وبعد كده بدأنا ندينه خلطة وعملنا لحمة مفرومة وعملنا البشاميل فطالع بالشكل اللي قدام حضاركو ده وقدامه الجبن كده من فوق فطالع جامد جدا ان شاء الله يعني اتاكروا كده منه وتستمتعوا بيه ده بالنسبة الاردنابيت باللحن مفرومة والبشاميل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة